موسيقى هنا كانت نهاية الرحلة اللي قامت بيها المميوات الملكية من قلب عاصمة مصر القديمة الأعصر لقلب عاصمتنا العريقة القاهرة هنا في المتحف المصري في مدان التحرير اللي تم افتتاحه سنة 1902 والحد النهاردة يعتبر واحد من أهم وأشهر المتحف في العالم وبيضم أكتر من مئة ألف قطعة أسرية بتهكي تاريخ الحضارة المصرية العصيمة واللي امتدت لألاف السنين أكتر من مئة سنة والناس بتيجي هنا من جميع أنحاء العالم عايزة تعرف إيه الحكاية حكاية حضارة علمت البشرية معنى التمدن العلوم والفنون الهندسة والطب والفلك قدمت البشرية أول نموذك حي لدولة قوية أساسها العلم والإيمان المصريين القدماء كانوا مؤمنين بالروح وخلودها وحياتها الأبدية بعد الموت وده خلاهم يبدعوا في حفر وتزيين مقابره وكمان فنون التحنيط وحفظ المميوات ومع ظهور علم المصريات وعمال بعثات الحفاق العلمية في مواقع الأثار المصرية تم اكتشاف ألاف المميوات لكن سر التحنيط فضل لبس حير العلماء وأبهرهم لسنين طويلة كالعادة مصر بتبهر العالم من جديد بحدث مذهل بكل المقييس اتنين وعشرين مميوات لأعظم ملوك وملكات مصر يتم تجهزهم لرحلة أسطورية لينطلقوا من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفستات المميوات الملكية اللي هتتنيل تم اكتشاف أخلابهم في خبيئتين خبيئة الدير البحري داخل مقبرة في الجبل بالدير البحري غرب الأقصر وتم الإعلان عن اكتشافها سنة 1881 وفي سنة 1898 تم اكتشاف الخبيئة التانية في مقبرة أم الحطب التاني بوادي الملوك بالأقصر ممياء الملك سقن الراع هي أقدم المميوات في الموكب الملك سقن الراع بدأ حرب التحرير ضد الإكسوس وابنه الملك أحمس هو اللي قدر يطرط الإكسوس وهو اللي أسس الأسرة الثمانتاشر والدولة الحديثة وباقي الملوك والملكات في موكب الرحلة بينتموا للدولة الحديثة نفس الموكب الملكي بيضم ممياء الملك أحمس نفرتاري وابنها الملك أبن حطب الأول والاثنين تم تخدسهم لسنوات طويلة بعد موتهم وكمان فيه ممياء الملك حتشبسود واللي أرسلت أشهر رحلات تجارية لبلاد بونت وهي صاحبة المعبد الشهير بالدير البحري بالأخصر واللي بيعتبر معكزة معمارية بمعنى الكلم ممياء الملك تحطمس الثالث إن يشيل الرمال اللي كانت مغطية تمثاله ووعدوا إن مكافيته حتكون جلوسه على عرش مصر وقد كان وخلفته حطمس الرابع والده أمنحوته بالتاني على العرش ومن ضمن المميوات الملكية في رحلتنا الأسطورية مميوات الملكة أمنحوته بالتالت وزوجته تي الملك المشهور بأثاره العظيمة واللي حافظ على استقرار ورخاء البلاد طول فترة حكمه وزوجته الملكة تي هي اللي أنجبت له الملك الشهير أمنحوته بالرابع والمعروف باسم إخناتو ويضم الموكب أيضا ممياء الملك سيتي الأول اللي اشتعر بمخبرته المنحوتة في الجبل وهي من أجمل المقابر في وادي الملوك ونقوش معبد سيتي الأول في أبي دوس واللي بتعتبر من أجمل ما أبدع الفنان في عصر الدولة الحديثة ومن أشر المميوات اللي حيتم منقالها ممياء رمزي ستاني ملك مصر العظيم اللي حكم مصر حوالي 67 سنة بعد والده سيتي الأول رمزي ستاني هو صاحب أول معاهدة سلام موسقة في التاريخ البشري وطبعا من أهم أثاره التحفة المعمرية معبد أبو سمبل الكبير واللي فيه مناظر معركة قادش الشهيرة واللي فيه ظاهرة دخول الشمس إلى قدس أقداسه في نفس اليوم من شهر فبراير وأكتوبر في كل سنة أممياء الملك رمزي ستالت وهو تاني ملوك الأسرة العشرين واشتعر بأنه كان من أعظم الملوك وقدر يحمي مصر من غز وشعوب البحر وهو اللي بنى معبد مدينة هابو في غرب الأخصر واللي بيعتبر من أجمل المعابد المصرية وكمان من أكتر المعابد المبتملة المتحف المصري النهاردة حيفضل في مكانه الأيقوني مفتوح للزوار من جميع أنحاء العالم عشان يستمتعوا بعظمته وجمال مفتنياته وفي الوقت اللي المميوات الملكية بتشوق طريقها في شوارع القاهرة العريقة فيه متحف تاني مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية لعرض مميوات ملوكنا وملكاتنا بالشكل اللي ليه بتاريخهم وبحضرتهم أهلا بكم في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفوستوكس هو واحد من أكبر متحف الحضارة في العالم وفريد من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط المتحف متصمم أن يبقى مركز حضاري، ثقافي، ترفيهي، تعليمي متكامل ويضم قاعات عديدة مجهزة بأحدث وسائل العرض التكنولوجية ومؤمنة بالكامل لو الصرح العملاق ده اتبنى وتجهز عشان يحكي تاريخ واحدة من أعظم الحضارات اللي عرفتها البشرية من عصور ما قبل التاريخ والحد العصر الحديث فوجوده بتصميمه المعماري وتجهيزاته وكل ما يمثله من حداثة وتطور في طرق العرض والتأمين والتثقيف وترق العناية بالقطع الأثرية نقدر نعتبر المتحف القومي للحضارة المصرية في حد ذاته قطعة عرض بتكمل الحكاية قاعة عرض المميوات من أهم قاعة المتحف القاعة مصممة نزاري حس كأنه واقف ودي ملوك لوسه بزد وهنا هيتم عرضهم بالطريقة اللي بتحفظهم وتحفظ مكانتهم الملكية وحرمتهم وزي ما حرس أجدادنا على تحنيط المميوات الملكية باتقان شديد احنا حنستمر في الحفاظ عليهم وحيتم عرضهم في المتحف القومي للحضارة المصرية بطريقة مبهرة تليه بيهم وتعرف في أجيال الجديدة عزمة بلدنا وسر خلود أثار جدودنا حكاية حضارة بدأت على نهر النين من الألاف السنين انتطورت وتقدمت والنهار ده وقفة قف عرصة وجاءت أحكي حكاية وتقول للعالم كله مصر هي أصل الحضارة مصر هي أم الدنيا الرحلة الزهبية للمميوات الملكية حدث نادر بيحصل مرة واحدة بس في العمر حدث تاريخي بيحصل على أرض مصر مصر العظيم التاريخة صاحبة أعظم حضار عرفتها البشرية بتهدي رحلة المميوات الملكية لكل الحضارة الإنسانية ترجمة نانسي قنقر